الخير مساء الخير مساء الخير بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهارده شباب احيان مع بعض مراجعة الوحدة الاولى من تدبك كتاب كيان للسنوية العامة لو انت جديد في القناة تنساش تعمل مشترك وتعمل لايك ولو انت دي في القناة خليك مشترك وعمل لايك عشان نقدر ان نكمل محتوى الهادف مجانا عند كل الطلبة صلى الله وصلا لله والسلام العدل الحقيقي يتمثل في الاحسان الى الناس الكلمة تبقى الام شمسية العدل الحقيقي الاحسان الناس من الاخر كده عندك طريقتين عندك الطرية الاورنية بتاع تبغي حجك وخف عقيم وبين شايف كلمة الشفرة الغريبة دي اللي هي يعني الالف واللام لو بعدها اي حرف من الحروف دول ساعتها بتعتبر الكلمة دي قمرية او ايه عمل حاجة او انت تطعو تنطأ انا على النفسي شايف طريقة دي اسهل بكتير بتطعو تتدور يعني على اسم ايه ده تطعو تتدور على الحروف يعني فلو دورت لقى العدل الحقيقي الاحسان عندنا حاة وحاة وعين الكلام دي كلها من ايه من الكلمات اللي هي بغي حجك وخف عقيمة دي كلها حاجات قمرية يعني العدل القمرية الحقيقي قمرية الاحسان قمرية انما الناس شمسية ايه برية او الصح الناس الكلمة التي اذا ادخلت عليها ال كانت قمرية اللامة النور الليل يبقى طبعا كان هي اللي قمرية ايه برية او الصح تبقى كان فدي اسهل طريقة بلايาน اوما دعولتل انطأ ابقا وتعا�iedzب نفسك احفظ يبغي حجك وخف عقيمه خف عقيمه ايا كان الكلمة دي يعني جامعة كل الحروف القمرية بعد الف ولامة اتحرف الحروف دي اعرف انها قمرية قد الشعر وقد نبه النيروز وفي غسق الدجة اوائل ورد كنا بالامس نومة عادي الكلمات التي اجتمعت على قد الشمسية في البيت. ده ركس معي وقد نبه النيروز. ماشي النيروز طبعا دي شمسية مش قمرية فالنون دي مش من الحروف ايه مش من الحروف اللي عندنا يبقى دي رقم واحد شمسية. وقد نبه النيروز في غسق الدجة طبعا برضو حرف الدال نفس الكلام شمسية. اوائل ورد كنا ايه كنا بالامس نومة ما فيش غيرهم هي النيروز والدجة. يبقى طبعا كلمتين يبقى لجابة الصحة تبقى تبقى كلمتان حلو. اربعة البطولة التي البطولة مثلاء اللا يقنع الانسان بالظل ركس معي. لما اقول البطولة مثلاء اللا. اللا دي عبارة عن ن زائد لا. اللا دي عبارة عن ان زائد لا. طبعا ان ولان وكي وحتى ولام التعليل دي ادوات نصب الفعل المضارع. يعني ان دي بتنصب ايه تنصب الفعل المضارع? يبقى بطول المثلاء ان لا يقنع الانسان. يبقى يقنع فعل المضارع منصوب ليه منصوب عشان ان بتنصب الفعل المضارع? يبقى بطبع منصوب عم تنصبه يعني بتنصبه الفتح. احسن الى والديك وإلا تندم. حلو طالب ولك احسن الى وانديك. وإلا تندم. إلا تندم دي اصل الجملة ايه? اصل الجملة وإلا تحسن الى والديك وإلا تحسن يعني ايه نتيجة بقى? تندم. ياركس معي. وإلا تحسن تندم ده أصل الجملة. طب إلا دي فكها معي كده? إلا دي عبارة عن ايه يا عمل حاجة? إلا دي عبارة عن ان زائد لا. يعني من الاخر بتقول ايه ان لا تحسن يعني تندم. يبقى senator اداة شرط. عارف كلا ما اقولك انتو هزاكر. تنجح. تنجح في المضارع مجزوم. دي نفس الكلام. الا تفعل كزا تندم. ايه تندم مده فعل مضارع برضو مجزوم. يبقى اللي جيبه الصح هتكون ايه هتكون مجزوم. ايه ده مجزوم عشان ده اصلا اسلوب شرط. هنا بس انت حزفت. حزفت ايه? حزفت فعل الشرط. عندنا اجاز بحزف فعل ايه? فعل الشرط. يبقى الا تندم عبارة عن ان لا تندم. الا تفعل ذلك يعني تندم. تندم فعل مضارع ايه? فعل مضارع مجزوم. ادعوا الله يستجب لكم. طبعا ادعوا ده فعل. صح ولا ادعوا ده فعل ايه? فعل امر. فعل امر طبعا قلت لك الواو رتبقى فيه تبقى واو ايه? واو جماعة. دي بقى اللي جابة الصح تبقى واو جماعة اصلية حرف عطر. اللي جابة الصح واو ايه? واو الجماعة. واو جماعة بتكون في الافعال. نعم واو جامعة دي بتكون مع المظكر السالم زي المؤمنون المبتقون لكل خلاله طب واو الجماعة بتيجي معها الافعال العاقل ويدعو للخير حلو اول حتة دي لكن م。 دعا يدعو الواو فيها اصلية موجود فيها حرف واو العاقل ويدعو للخير اصل الكلمة فيها حرف واو هل واو اصلية يا طب alright الرجال يرجون الرحمه برضو كلمة يرجون هم يبقى يرجو ده فعل ايه فعل مضارح حلوة اوى اصل الجملة ايه من الحاج رجا يرجو صح ولا? رجا يرجو يبقى كلمة يرجو حلوة اوى في ناس يتقول لك ايه يرجو اهي فيها واو يبقى دي واو اصلية لا ركز ما يبلع لك يرجو بتكلم رجالة صح يحط واو الجماعة زائد واو الجماعة والنون بقيت يرجون هنحزف مين فيهم يفاشح حرفين في لغة ربعة واربعة لازم نحزف واع فيهم هنا هنحزف الحرف الاولين هي القعدة بنحزف الحرف الاولين هتبقى ايه تبقى يرجون بقيت ايه بقيت يرجون يبقى الواو الهنا بقيت واو ايه واو جماعة هي الاول كانت اصلية لكن عشان ده فعل فبقت ايه بقيت واو جماعة يبقى لجابة الصح تبقى واو ايه واو جماعة النساء يرجون الرحم حلوة اول حتة دي النساء يرجون بقى عندنا كلمة يرجو زي ما هي صح ولا او حلو يرجو هتحط لها ايه حط لها حاجة بعد بس نون الناسهم بقيت يرجون صح ولا لقى النساء يرجون. الواو دي مالها واو أصلية عادي ف facult've soort أي حاجة النون بس هي جديدة. هي نون نسوى إذاход نوبة الاو وRY الأصلية يرجون هنا كتعة واو جماعة عشان حزفنا واوة أصلية حتى مكونها واوة الجماعة إنها مع الستات بنحط بس نون النسوى تبقى اصلية يعني يبقى واو اي واو جه . معلمٌ مهم دلسة يعشرحونه وهم يقم articulate و تسمو و اخلاقهم طلابهم الكيمة التبقى اصلية معلمه طبعا معلمه مش تنفع أصلها معلمون يبقى دي وو الجمع معلمون معلمين جمع مذاكر سالم يشرحون ده فعل مضارع يبقى الو هنا وو الجماعة يأملون برضو نفس الكلام وو الجماعة تسمو طبعا سما يسمو دي وو أصلية موجودة أصلا في الكلمة سمو يبقى لجابة الصح تبقى تسمو معلمون مخلصو نوع الو فيما تحتاج الخطو وو جمع وو جماعة وو أصلية وو عطف طبعا معلمون أصل الكلمة معلمون معلمون دي جمع مذاكر المؤمن يسمو الميم أصلا وو أصلي ما عليش وو أصلية المؤمن يسمو طيب سما يسمو لو أقول لك سماوا برضوenhayn وو أصلي ها war 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 are war 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 تبقى واو قسطية. الرجال سموا طبعا سموا ده فعل ايه فعل ماضي بكلم رجالة جمع يعني جماعة يبقى واو الجماعة. واو اللي مع الجامعة دي تسمعوا واو ايه واو الجماعة. يبقى رجالة صح واو الجماعة. طيب. عمر تلميز مهزم. طبعا واو الفارقة اسمها واو الفارقة بنفرق بينها بين عمر وعمر. بنفرق بينها بين عمر وعمر. حلو. عمر تلميز مهزم. عند تدخل حرف الناسخ ان على الجملة. تصير ايه? لك اسمعي. هتبقى ان عمرا. طب ليه عمرا? عشان ان بتنسب اسمه? صح ولا? يبقى عمر هتبقى ايه? تبقى عمرا حلوة او. هتبقى منصوبة. يبقى هنحزف ايه? هنحزف الواوس ايه ده خالص. نحط الف التنوين. هتبقى ان عمرا تلميز مهزب. يا جيب الصح? ان عمرا تلميز مهزب. طب ليه اختناش به? به مش هتنفع عشان قالك ان عمرو تلميزا. طبعا تلميزا غلط. عشان خبر انه اصلا بيكون مرفوع مش منصوب. مش هينفع. وبرده ده اللي مش تنفع ان عمرا تلميزا برضو غلط. عشان خبر ايه زي وانا بيكون مرفوع مش منصوب. ايه مش هينفع برضو. وبرده هنا برضو غلط عشان انه بتنسب اسمها عمرا تبقى منصوب. يبقى ايه بالصح هتبقى جيمة. خمسلاشر عمر تلميز مهزب. انت خرد الحرف الناسخ انه على الجملة. تصبح ايه? لك زمعين. عمر طبعا من ممنوع من الصرف. لو انت فاتك ممنوع من الصرف خش على القناة هتلقى الحلقة بتاعت الممنوع من الصرف. هتبقى ان عمرا ممنوع هتبقى ان عمرا تلميزا مهزب. حلو او. طب عمر تحط عليها ايه? مش هحط لها اي حاجة خالص. ولا تنوين حتى او لا تنوين. ليه يا محمد? لشان ممنوع من الصرف يا ابني. ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. مش بنحط عليه تنوين. يبقى طبعا ان عمرة تلميز مهزب. اللي اجابة الصحة تبقى الف. ان عمرة كده تلميز مهزب. بس مش نحط النويل خالص. عمرا دي غلط. وهنا عمرة تلميزا برضو غلط وهنا عمرا برضو غلط. اللي اجابة الصحة تبقى الف. حلو. بركز معي وصلى الله عليه الصلاة والسلام. ستة واشر جملة واحدة مما ايضا صحيحة. رأيت عمرا بين زملائي. طبعا غلط. عمرا بين زملائي غلط. ليه? عشان عمر منونة. واتكب كم النوم الصرف ينفعش ننونه. ايه مش هنفع الف. طيب. رأيت عمرا بين زملائي برضو ببشرة تنفع. عشان عمر منونة. ماشي. رأيت عمرا ابن العاص. برضو مش هتنفع. ايه ده ازاي محمد بقى? ازاي بقى لاخبطيني. الركز معي وصلى الله عليه الصلاة والسلام. رأيت عمرا ابن العاص. مش تنفع ليه. هقولك الوقت. رقم واحد. عندنا عمر ابن العاص. حلو. كلمة ابن بنحزف منها الالف بتاعتها لو جات بين اسمين. صحة ولا? حلو انا معاك. تمام. يبقى اول حاجة ابن صح. والعاص طبعا ما فيهش ايه غلطة ولا حاجة. الغلط في كلمة عمر. ليه يا محمد? مش انا رأيت. انا رأيت حلو. عمرا انا عمرا مفعولهم بمنصوب. حلو. يعني نحزف الوا ونحط الالف التنوين ونحط التنوين. حلو انا معاك في كل حاجة. لكن الكلام ده ما ينفعش مع كلمة ابن. لو كلمة عمر جات منصوبة. وبعدها كلمة ابن بنسيب الوا و زي ما هي خالص. بنقول revenue بيقول رأيته عمرا ابن العاص. هتقول. مايفعش عمرا ابن العاص. مايفعش اقف عليها كده. يبقى رأيته عمرا ان ان العاصة تبعن دي جملة غلط. ليه? عشان جيب بعدها كلمة ابن. انا من الاخر كده. كلمة عمر. لو بعدها كلمة ابن. وعمر هنم منصوبة وعمر هنا منصوبة. لازم تسيب الواو. تسيب الواو ما تشيلهاش. دي الحالة الوحيدة. دي الحالة ايه الحالة الوحيدة؟ اللي تبقى منصوبة يعني وبتشرش منها. زي هنا. رأيته هتبقى عمرة بن العاص بالشكل ده. رأيته عمرة بن عاص. عمر ما فقول بيه منصوبة. انا عارف. لكن هتسيب الواو عشان بعدها كلمة ابن. يعني رأيته عمرة بن عاص. حلو السؤال. اكرم بعمر خلقا. انت حاول صغة التعجب الى صغة ما افعله. اتاق ما اكرم. ما اكرم ايه ما اكرم. عمر خلقا. عمرا خلقا عمر عمرا. طبعا ايه تبقى جيم. ما اكرم عمرا. طبعا عمرا عادي جدا. هننصبها. هنشيل الواو ونحط الاف. هتبقى عمرا. وخلقا طبعا رأيته تمييز. ايه تمييز؟ منصوب. طيب قال الشعر. الا كل شيء ما خال الله باطل. كل نعيم لمحالة زائل. الا. طبعا الا في الاول دي يا جماعة. بتسمع الا الا الاستفتاحية. بنفتتح بها الكلام. بتبتدي بها الكلام. يقولك مثلا ايه. الا كل شيء مش عارفي. الا ان اولياء الله لا خافوا عليهم ولا هم يحزنون. الا كل شيء ما خال الله باطل. دي اسمها الا الا الاستفتاحية. بتفتتح بها الكلام. مش بتأثر البعدها خلص. يعني كأنها ايه مش موجودة. يبقى تسمع الا الا الاستفتاحية. ماشي. كان عمره تلميزا مهزبا. طبعا الواو دي اسمها وو فارق. عايز نعلم الواو يبقى ليه بالصح. وو فارق. بنفرق بينها بين عمر وعمر. جملة واحدة اماني صحيحة. هزي الفتاة تشبه معلمتها. طبعا مش تنفع. ليه? عشان الفتاة بالهيه مربوطة. طبعا ده غلط. فقط هيه مربوطة. مش هيه مربوطة. هزيه الفتاة تشبه معلمتها. طبعا غلط. كلمة تشبه بها فيها هيه مش ته مربوطة. مش هينفع. هذه الفتاة تشبه معلمتها برضو مش تنفع. كلمة هذه فيها هيه مربوطة مش ته مربوطة. مش هنفع. يبقى لجيه بساطة به. هذه الفتاة تشبه معلمتها. صعد الامام المنبر. نقط خطب خطبة بليغة. ثم ولا سم. من الاخر كده جماعة. ثم وسم. الفرق بينهم قلناها كده كده. ثم حرف عطف. يعني كأنك بتقول واو كده. يعني مثلا قولك ايه. جاء محمد ثم احمد. يعني كأنك ده عبارة عن ظرف مكان. معنى هناك. لما اقول لك اه سم رجل في الدار. يعني هناك رجل في الدار. المهم. صعد امام المنبر وخطب خطبة بليغة صحة ولا جملة مشية صحة ولا؟ مدام مشية يبقى طبعا ايه بساطة بقى سم. يبقى صعد امام المنبر ثم خطب خطبة بليغة. بعدها يعني خطب خطبة ايه خطبة بليغة. يبقى ايه بساطة بقى سم. ليعلم الجميع ان نقاط مودة بين اعضاء فريق كيان. ادت الى النجاح نقاط التميز. ليعلم الجميع ان هناك مودة. الجملة مشيت ولا مدام مشيت يبقى بساطة يبقى سمة. او سمت يعني. يبقى طبعا يعلم الجميع ان سمة مودة بين اعضاء فريق. ايه فريق كيان. يبقى لجميع الصحة يبقى سمت. حلو او. ان سمت مودة. يعني هناك مودة بين اعضاء الفريق. حلو او. أدت إلى النجاح نقطة التميز النجاح وبعدها إيه التميز يبقى النجاح سمى إيه سمى التميز يبقى إيه بساطة يبقى سمى يبقى دال سمت وسمة طبعا كل الكلام ده هتلاقيه واضح أكتر في الحلقة بتاعت الفرق بين سمى وسمت سبحانك اللهم بحمدك نشهد الله إله إلا أنت نستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته